أكاذين مرتزقة إبليس النهاردة تم هدم مسجد الإخلاص بغيط العنب هتقول لي عادي احنا بنهدي المساجد لتوسيع الطريق توسيع محور المحمودية المهم نيتنا إيه يا سيد كل شوية مسجد عمالة هد شيل بالجرار وكمان مسجد شيل ولا هيتعمل طريق ولا حاجة مبني على عرض مخالفة عيدة بيت ربنا وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا حديث وجعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا انت فاهم منه انه معناه ان انا اروح في اي مكان وفي اي حتة ابني جامع وخلاص لانه جامع لربنا سبحانه وتعالى هل يقبل الله عز وجل مسجدا بني على أرض مسروقة او مغتصبة ما ينفعش ابدا انت عارف معنى الحديث ايه معناه انه الأرض اصلي في اي حتة جعلت لي الأرض مسجدا ففي اي مكان اصلي وترابها طهورا يعني اتطهر بالتراب في حالة انعدام القدرة على الوضوء مش معناه اننا ابني جامع في اي مكان وهو ده محتاج اذن وبتقول كده وانت يعني واسق من نفسك تب ازاي انت متخيل ان المال العام مستباح اي حد عايز يعمل حاجة في المال العام بلا اذن تب ازاي روى البخاريو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان رجالا يخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة واجمع العلماء على تحرين الاعتداء على المال العام المال العام ده مصون ومحصن لا يجوز ان انا اتصرف فيه الا باذن ولي الامر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يبني مسجد قباء لو بمفهومك يجي على حتة ارض من اي مكان ويبني مسجد لا طبعا اشترى الارض من اصحابها لما اراد ان يبني مسجد المدينة ما وصل الى المدينة اراد ان يشتري الارض لولا ان اقسم اصحابها يمينا مغلظا انهم لا يطلبون ثمنها الا من الله وحده حقا الارهاب لا علم ولا اخلاق القنوات المسيئة اللي عايزة دايما تكلمكم كلام والله لا يرد ربنا سبحانه وتعالى بس هم ما يعرفهوش والله ما يعرفوه ويقولك بيهدوا الجوامع بتاعت ربنا نشوف المصريين احنا استغفر الله يا رب تبقوا زينا يا رب تبقوا زينا في ان انتوا تعملوا حساب ربنا انتوا بتخربوا الشعوب وبتدمروها وبتدمروا الامم وبتضيعوها جيين تكلموا علينا اللي احنا بنبني ونعمر هو ده المنظر اللي كان موجود اللي كنا بنتعاير بيه قبل كده تشوف المصريين تشوف شكلهم عاملين ازاي تشوف فقرهم عاملين ازاي انا بكلمكم بال احنا بنفتدحت وسعدة البحيرة فيها سبعة وسبعين جامع مخالف على حرم الترع على حرم الدرع هو اللي عايز يبني حاجة لربنا يهادي ربنا ويعمل له بيت يسرق أرضه لسرقة وبالرغم من كده إن شاء الله هنشيل وحنعمل مكانه حصن نفسك شكرا